هل ثواب المشي الى المساجد يشمل برضو الرجوع من المساجد الى البيت ولا بس وانا رايح للمسجد بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد عندنا حديث جميل بصريح مسلم ان كان في راجل بعيد عن المسجد بيته بعيد عن المسجد فالناس قالولو لو اشتريت حمارا تذهبوا به الى المسجد فقال الرجل لا اني احتسبوا على الله ممشاي ورجوعي من المسجد قال اشتري حمار لي انا بامشي وطول ما انا ماشي باخد ثواب وعلى فكرة الثواب بكل خطوة تكتب لك او يرفع لك درجة تكتب لك درجة وتحط عنك خطيئة بس بشرط كنت وضيت في البيت وخرجت للمسجد رايح للمسجد مخصوص ايه بقى الخطوات كل خطوة لخطوة واحدة رفع درجة وتحط عنك خطيئة طيب انا عارف الحديث ده خلاص خات باخده وانا راجع شوف الرجل قال ايه اني احتسبوا على الله ممشاي ورجوعي فقالوا للنبي فالنبي قال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله لك ذلك كله ايوة اللي انت احتسبت على رب ربنا حيده لك قال النووي فيه اثبات الثواب في الخطى في الخطى الى المساجد وفي الرجوع من المساجد ده دليل اللي فهمه الامام النووي من هذا الحديث ففعلا يا اخوانا ابشر الثواب بس مش وين ترايح بل وين ترايح وكمان وين ترايح حسنات كثيرة جدا مفرد فيها كثير من المسلمين الذين لا يحرصون على الصلاة في جماعة تقول لي انت قلتنا الجماعة مش فرد مش فرد حاجة والثواب الكبير حاجة تانية دعام الفيديو بشيره عليكم من شرا في القناة اشوف كل مرة الجاعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة